هي لازم ترجع لمركز اللقاحات اللي هي بتاخد فيه تبلغ المركز هناك بالحالة الصحية وبالهيستوري بتاعه وهم بيحددوا نوع اللقاح اللي ياخده وكمان بيتابعوا الحالة نفسها تاخد ولا ما تاخدش لكن مش ممنوع ان هو ياخد الشخص اللي هو عنده فشل كله أو حاجة مش ممنوع ان هو ياخد أحد يوجه لحرارتك سؤال أستاذ وجيد بيقول إزاي لقاح طوارئ يعني ويتم تعميمه على العالم كله وعمل لحرارتك ثلاث علامات تعجب اللقاحات دي تم تجربتها على مراحل كتير جدا جدا وتم إثبات فعاليتها بالفعل ولكن بما ان في الطبيعي الدواء العادي بيقعد من 10 ل 12 سنة في التجارب فلازم علشان ياخد الموافقة النهائية لازم ياخد من 10 ل 12 سنة احنا دلوقتي في مرحلة وباء والناس بتموت وتم إثباته خلال الفترة الحالية ان هو فعال ومأمون خلال الفترة دي فلابد ان هم يدون ان احنا عندنا اختيار من اتنين احنا جربنا خلال الفترة دي فعالية ومأمونية اللقاح وطلع ان هو فعال ومأمون نديه ولا نموت لازم نديه طبعا مالهاش حل غير كده يعني هي القصة بتتحسب أموت ولا أخد اللقاح وبعدين بقى احنا برضو عايزين نطمر الناس اللقاحات دي مش اول مرة احنا نعملها يعني العالم مش اول مرة يعمل لكما احنا طول عمرنا بنعمل لقاحات واللقاحات اللي موجودة عندنا في مصر حتى هذه اللحظة هي لقاحات معمولة بالتقنيات المعتادة اللي الدول كلها عارفة بتتعمل ازاي فما هيش حاجة اختراع بالعكس دي حاجة معتادة جدا شكرا